أهلا بحضراتكم من جديد معايا النهاردة واحد يعني من الأراء المهمة جدا دكتور عطية السيد أستاذ كرة القدم في جمعة حلوان دايما أراءه يعني مهمة ودايما بستشيره في الأمور الفنية والأمور الخاصة في كرة القدم وكمان أيضا محاضر يعني في الاتحاد الأفريقي كنا دايما بنتعلم على إيده وهو النهاردة مشرفني ومنورني هنأشوف قضية مهمة قضية القيد في البداية تحياتي لك يا دكتور عطية أهلا بي كابتن أسامة وشكرا لقناة النادي الأهلي على الدعوة الكريمة ودايما حرك بتلمس الموضوعات الشائكة والمهمة وبتلقى الدوق دايما كإعلامي مستنير وده عهدنا دايما بقناة النادي الأهلي لبتلقى الدوق دايما على الحاجات اللي هي بتبقى مصاري اهتمام الناس الدكتور عطية السيد رئيسك تعالي نشين في نادي مصر مظبوط كده؟ ده مظبوط طيب ندخل في الموضوع على طول بدون مقدمات حقيقة كنت موجود معنا واسمعت الأراء المختلفة وإحنا هنا عتدنا دايما نجيب الرأي والرأي الآخر طبع رأي حضرتك في موضوع القيد بالنسبة للموسم الجديد أولا هو موضوع شائك هتناوله من كذا شكل أولا لو أنت جيت بسيط على موضوع القيد من الناحية العالمية المفروض أن القيد في الناشئين عام زي الهرم بالزبط كلما بتنزل لتحت كلما القعدة بتتسع وكلما بتعلى الفوق كلما السن بيكبر كلما القعدة بتديق ده ده العالم كله ليه؟ لأن مأيار الصلاحية بيكون بان كلما بتنزل لتحت القعدة بتوسع جدا لأن مرحل التعلم لازم يكون في صبر على التغيرات والفئات السنية وما يا صحيبها من تغيرات فبالتالي محتاج يكون صبر محتاج توسع القعدة شوية محتاج ما تحطش الولاد تحت ضغوط لأن فيه فترة تعليمية بعد كده بيخش فترة مسابقات فكل دي بتحتم عليك أنك يكون عندك قعدة كبيرة وبالتالي كان من المفترض أن تستمر عملية توسيع القاعدة إلى أكبر مدى ممكن طيب النقطة اللي أنا عندي تحفظ عليها النهاردة القرار ده إذا كان بيتاخد تحت دعوة أنه عشان الأندية ما تحتكرش احنا بقانا مئة سنة شغالين بهذا الشكل انت جيت في السنة اللي كان المفروض ما تاخدش فيها القرار دوت لاعتبارات كتيرة جدا اعتبارات صحية أنت عندنا فيروس كورونا كوفيد 19 بقانا أكتر من سبعة شهور قاعدين في البيت النهاردة لما تيجي بعد سبعة شهور والناس ما بيتمارس رياضة وانت قافل الجيم وقافل كل حاجة واخد إجراءات احترازية كبيرة جدا جاي بتقلل الأعداد يعني بتزود من المشكلة الأساسية اللي أنت كنت بتعاني منها ده رقم واحد رقم اتنين أنت اللعيبة اللي في السن الصغير رحنا شفنا مبارح نادي الرجاء 8 لعيبة أصيبوا بكورونا شفنا فرجاني ساسي شفنا الوديت شفنا فرق كبيرة جدا عندها من الإمكانيات اللوجستية وعندها من الوعي ومن الإمكانيات الاحترافية اللي تقدر تعود اللعيبة إزاي في سن صغير هتقدر تسيطر أو تقدر تعود اللعبين اللي النهاردة المدارس فتحت وعرضتهم للإصابة بفيروس كورونا ولا عزو بالله كبيرة جدا فانت كنت محتاج أنك تاخد السنة دي كفترة انتقالية عشان تعدي وتعيد تقييم الأشياء أنا اسمعت الكابتن شطر حياء قال كلام متزن جدا لما قال أن حتى لو عايزين نعمل نظام جديد لابد أن يكون في فترة انتقالية مش هتلاقي فترة انتقالية أفضل من الفترة دي أو مناسب لها الفترة دي نظرا للوباء اللي موجود العالمي اللي الدولة المصرية ملهاش أي يد فيه ده وباء عالمي على كل الناس فأعتقد أنه لم يجانبهم السواب خالص اللي خدوا القرار ده من حيث التوقيت ممكن يكون من حيث المضمون منطقي جدا ولكن أنا كان ليه أتحفز على عمرين بالذات 99 و2001 النهاردة في زل الإجراءات اللي بتحصل وإن فيه أندية كبيرة جدا في الفريق الأول بتعتمد أن يبقى عندها يعني النادي الأهلي ما يقفلش ما يقدرش في القايمة 99 نهاردة كابتن عمر الأنور خالص مقدار 99 بالذات دي السكن تيم أو الفريق اللي تحت الفريق الأول على الأقل عندي مركزين أو ثلاثة أو مكانين أو ثلاثة لازم أسابهم من الفريق الأول لعيب أجنبي صغير تحت السن أقدر أسجله فيه في نص الموسم فالنهاردة أنت متاح لي كام؟ 22 لعب 22 لعب لقدر الله فأي نادي لو 3-4 لعيبة كان لهم كورونا فيروس حاجة تانية حاجة تانية النهاردة 99 يعني الولد مرشح يلعب فريق أول ودلوقتي خلاص بقى فيه موجود لعبة كتير بتلعب في الفريق الأول فالنهاردة أنا مقايده في النشئين بيلعب مع الفريق وده الشيء اللي احنا عايزينه لكن النهاردة ممكن مدير الفني في الشباب يروح قايمة مباراة مش مكمل مش مكمل طب كان بيعتمد عليه كلنا كنا بنيعتمد أنا كنت بيعتمد السنة الفاتحة أنه عندي 99 25 وعندي 31 لعب أنت النهاردة في 2001 كمان خليتها له 25 فبقت المشكلة أنت مش لقي حتة تاخد منها لو جيت تاخد من 2003 عشان تلعبه في 2099 أنت هتؤثر على مسبقة 2003 وبعدين الفريق حوالي هيبقى ثلاث سنين أو أربع سنين كبير جدا فأعتقد أني أنا بعترض على القرار من حيث التوقيت نظرا للظروف العالمية اللي بتمر بيها كرة القدم في العالم والظروف الصحية اللي بتمر بيها